اشتركوا في القناة في إقل الشيخ مي حيث جاء هذا الترشيح ليؤكد على المكانة العالمية الرفيعة التي تحظى بها مملكة البحرين وبما تمتلكه من قيادات وخبرات وكفاءات متميزة تؤهلها لتولي المسؤوليات والمناصب المهمة في مختلف المنظمات والهيئات الدولية كما أشاد جلالته حفظه الله ورعاه بالجهود الوطنية المخلصة التي تواصل بذلها رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار في خدمة المملكة وتعزيز دورها الريادي ومكانتها على الخارطة الثقافية والتراثية الإقليمية والعالمية وكذلك الحفاظ على التراث الوطني والمعالم الحضارية والثقافية وإحياء القيم والمورثات البحرينية الأصيلة من جانبها رفعت معالي الشيخ مي بنت محمد الخليفة إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه أسماء آيات الشكر والامتنان على الدعم اللامحدود للثقافة ولترشيحها لمنصب أمين عامي منظمة السياحة العالمية كما أطلعت جلالته على الخطوات التي قامت وتقوم بها الهيئة حاليا للترويج لاسم مملكة البحرين عبر هذا الترشيح الذي يعكس أهمية المنجزات الثقافية للسياحة المستدامة وأبرزها مشروع طريق اللؤلؤ والذي حققته المملكة في عهد جلالته تطبيقا لأهداف التنمية المستدامة التي تسعى منظمة الأمم المتحدة لترسيخها في العالم اشتركوا في القناة